اللي يعاديك قد يكون ترد العداء بالعداء قد يكون ترد العداء بالعداء وتسكت قد يكون لا اتحاول ترضي الامام هذا دا يسأل من الله انت ما معادي هو بدأك انت رضي ليش لان ذاك عمل المعصية عداك سبكه ليش تخلي فد واحد مؤمن مسلم قريب غريب صديق بسببك يدخل الى النار حاول تقرب الى الله انت اطفئ النار انت استبق وفي تواريخ اهل البيت عليه الصلاة والسلام قصص كثيرة في هذا المجال ومنها هذه القصة المعروفة ان الامام السجاد عليه الصلاة والسلام كان قاعد مجموعة من اقرباء اصحابه اجا واحد دخل على الامام وسبه وشتمه امام السجاد مو انا وانت الامام السجاد سابه شاتمه ناصب والعياذ بالله امام معصوم خلق الله كل شيء لأجل هؤلاء هذا اللي دي يسب بالامام السجاد هو مخلوق بسبب وجود الامام السجاد هو ما يدري ذاك بس الامام السجاد خلق يدري هذا قام راح عقبة شوية الامام عليه الصلاة والسلام قلل هذول الجالسين الاصحابه قلل لهم خلي نقوم نروح انا هم احشوية مو بس هو حش علي بعض من كان عند الامام عليه السلام يجوز جديد المعرفة بالامام ما يعرف الامام السجاد قال ايه ابن رسول الله وانحن معك انت تحشي عليه وانحن نتابعك امام يعني تصور ان الامام يريد هم يدخل عليه في بيته مثل ما دخل على الامام وسب الامام وشتمه هم يسبوه ويشتم الامام قام وذولهم مع الامام يجو جادون يفزعون للامام عليه الصلاة والسلام الامام إذا مثل يتصور بعضهم يسبهم وهم يسبوه هذا الرجل في الطريق الامام من ديجي جعل يتلو هذه الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يكظم غيظه ويعفو ويحسن بعدينها هذا اللي كان يصور الامام يريد يسبل ذاك قال افتهم انت الامام ما يريد يسبل بسرعة مفتهم هذا يقول اجينا الامام وقف على باب داره ناداه الرجل توه وسب الامام وشتم الامام تصور ان الامام جاي وشاف جماعة وياه جاي يريد ياخل انتقام منه استعد وجمع جماعة اللي بالبيئة وطلع وهو مغضب الامام قال له يا فلا انت الان اجيتني وذكرت ما ذكرت ان كان هذا اللي ذكرت صدوق اسأل الله ان يغفر لي اذا لا مو صدوق وانت كذبت علي اسأل الله ان يغفر لك الامام غير لدي كلب الجهنم خليه ويروح الى نار جهنم هذا مو مقتدي للامام السجاد واطفاء الناير هذه زينة المتقين الانسان يدعو ويعمل يدعو ويطبق يدعو ويبدأ بنفسه المتحدة اشتركوا في القناة